اشتركوا في القناة موقع احترافي كامل باستعمال المرنستاك اليوم ان شاء الله بإذن الله سوف نقرأ المدلوير الخاص بالاوتونتيكيشن وبالاوتونتيكيشن دونك لاتس جو الو سوف نقرأ المدلوير ونقرأ الفيشي اللي سنسميه اوت رفيرانس ديالاوتونتيكيشن اوت.js الو شنو سنستعمل فيه سنبدأ اول حاجة سنريكويري الموضلز ديالي لاني سنستعمل الموضلز ديالي دي اليوزر يوزر مناش من ريكوير موضلز موضلز سلاش يوزر سنتيف موضلز ورس حيث سوف نضيفون وضيفون الخاصة وضيفون أن نتعصر إطارًا هذه الحقيقة وهناك مختلفة لن تختار لا ذلك فقط فسوف نحن بنائها سوف نأخذها من الكوكيز سوف نأخذها من الكوكيز كوكيز سوف يكون في الكوكيز كوكيز كوكيز سوف يكون في الكوكيز سوف نأخذها من الكوكيز لكن في فلا بس دوني donc user point find find by token find by token donc tout simplement سوف نقلب على token donc error user une autre fonction alors if error سوف نقلب true error if not user سوف نقلب return res json سوف نقلب سوف نقلب is out false error true pardon alors عندي request point token سوف نقلب token or l'utilisateur dj tout simplement et je vais appliquer la méthode next voilà قال يرحل نحن exporte ويجب أن نقوم بإمكان المدلوير